انا مش عارف كم من حضراتكم زي حالاتي كده بيقضي جزء معتبر من يومه وهو بيرد على مكالمات ما انزل الله بها من سلطان وعمال لانه بيتشبث بالزوق اللي مخرجش من مصر الحمد لله انه يبقى لطيف وهو بيرد على البنوتة اللي بتقوله انا من شركة كذا حضرتك مش عايز فيلا بستة مليون بس او شركة كذا اللي عايزة تديك عشر خطوط هدية بس ادفع خمس تلاف بس الى اخره الى اخره والسؤال اللي بيطرح نفسه في النهاية مهما كنت حضرتك واسع الصدر الناس دول جابوا تليفوني منين صحيح هنبتدي مع تسريب بيانات العملاء اللي وصف بانه من قضايا الامن القومي قضية تسريب بيانات العملاء الى الشركات تعد من قضايا الامن القومي خلينا نتكلم كده بالمصطلح الدقيق اتاحة معلومات اي مواطن التي يتم استغلالها المعلومات يعني او تسوقها يعتبر انتهاك لخصوصية هذا المواطن قانون تنظيم الاتصالات حدد عدة عقوبات لكل من يستخدم وسائل غير مشروعة لاجراء الاتصالات او يتعمد حط خطوط تحت اللي هقوله ده او يتعمد ازعاج او مضايقة الاخرين شاملة العقوبة الحبس والغرامة